يقترب موعد الانتخابات فتخرج البضائع منها ما هو مستهلك ومنها جديد وبين تنوعها وتعددها ثمت غرض واحد يتلخص في الوصول للمناصب الحكومية سريعا انقضت زيارة حيدر العبادي إلى مدينة الموصل مفتتحا جسر المدينة العتيق الذي دمر بقصف التحالف الدولي وعلى بعد أمتال فقط من مكان احتفال العبادي بالذي سماه إنجازا يشتم هناك ركام مدينة أو قل ما تبقى منها وتحته آلاف الضحايا ممن قضوا في الحرب سمة الاستعراض طغت على الزيارة السريعة فما وصفه رئيس الحكومة بالنصر والتحرير بات محط تنازع واختلاف لمن ينسبه لنفسه فقضية الحرب على تنظيم الدولة لم تأخذ واقعية نهايتها من استمرارها القدر الذي أخذه إعلان النصر فالتنظيم ما زال يمثل خطرا كبيرا بحسب العبادي نفسه ويهدد باشتياح مدن كسى مراء كما أعلنت اللجنة الأمنية في البرلمان وكما في كل مرة لم ينسى العبادي القف بالحمم الكلامية الجذبة شعبيا فتوعد بمحاربة الفساد أسوة بالإرهاب بطريقة يراها كثيرون أنها لا تعد كونها محاولة مألوفة لدغدغة مشاعر العراقيين المكتوين بنار الفساد الإداري المستشري في أجهزة الدولة بيد أن دعاية حيدر العبادي الطامح لولاية ثانية تقابلها دعاية مضادة لحلفاء الأمس خصوم اليوم فجميع شركاء العملية السياسية لا يألون جهدا بتوظيف كل حركة وسكون كدعاية انتخابية علاوة على الإحساس المتعاظم لدى قارة ميليشيا الحجد بضم نفوذها العسكري إلى نفوذ سياسي وسع ولعل التحالفات الخاوية المنقسمة على ذاتها لن تكتفي بدعاية لنفسها من دون شيطنة المنافس خصوصا وأن الصدع بين الساسة في العراق بات بحال يصعب رأبه فيما يرى كثير من المراقبين أنه مرشح في قادم الأيام للمزيد فحجم الاختلاف اليوم سيفضي لا محال إلى افتراق